زودت واشنطن تل ابيب منظومة ثاد الدفاعية المضادة للصواريخ رفقة مشغليها وعززت من قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الاوسط وسط توقعات ان تكون هذه الخطوات في سياق الاستعداد لرد اسرائيلي على طهران وبيروت معا فما هي توقعات الرد وما طبيعة بنك الاهداف الايراني على قائمة استهدافات الاحتلال لمناقشة هذا الملف ينضم الينا مباشرة من عمان اللواء المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي يا سيد محمد الصفري اهلا بك سيد محمد يعني برأيك الاسم ماضي عفوا اهلا بك سيد محمد يعني برأيك هل غيرت اسرائيل من اهدافها بعد محاولة اختيال نتنياهو والاخبار ايضا عن التسريبات وما هي طبيعة هذه الاهداف السلام عليكم تحياتي لك والاستاذ المشاهدين حقيقة بني من نتنياهو لا يمكن ان يتم التنبؤ بتصرفاته وهو لا يعرف ماذا يريد ولكنه يعرف يقينا ما لا يريد والان قائمة الاهداف كان هناك العديد من النقاش حول قائمة الاهداف وباعتقادي بان اسرائيل تدرك يقينا بان ايران سترد ان كان هناك استهداف للمنشآت النفطية او كان هناك استهداف للمفاعلات النووية ولكن حقيقة قد يكون هناك ضغط من قبل الولايات المتحدة لعدم استهداف المنشآت النووية حيث ان ذلك يؤثر على استقرار اسعار النفط في العالم وقد يكون هناك ارتفاع لأسعار النفط بشكل جنوني خاصة اذا قامت ايران باغلاق مضيق هرمز واوعزت للحوثيين لاغلاق باب المندب وهذا مما من شأنه ان يعود بالاثر الايجابي على الاقتصاد الروسي وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة بالاضافة الى ان عملية استهداف المفاعلات النووية الايرانية ستخلق يعني او سيكون هناك دافع لايران لان يكون هناك رد فاعل وقوي ولذلك تشير التحليلات لغاية الان بانه ستكون الاهداف اهداف عسكرية واسعة حتى بعد محاولة اغتيال نتنياهو الا تعتقد سيادة الرواء بانه قد يرفع من سقف مطالبه بعد هذه العملية ويأخذها كذريعة لذلك قلت بان نتنياهو لا يمكن ان يتم التنبء بتصرفاته قد تشمل الاهداف ليس فقط عسكرية قد يكون هناك بعضا من الاهداف السياسي لبعضا من القادة والقيادات كذلك ولذلك كل الاحتمالات واردة حيث ان اسرائيل حقيقة ان الان هي تعربد في المنطقة والدعم الغربي اللامتناهي والموقف الدولي والاقليمي الان هو داعم لاسرائيل في ارتكاب اي نوع من انواع الموبقات والجرائم ولا يوجد من يردعها ولا تلقي بالا في المنظمات او بالقرارات الاممية اسرائيل الان وصلت الى مرحلة نستطيع ان نقول بانها قوة غاشمة في المنطقة وقد يكون احد اهم الاسباب بعربدة اسرائيل في المنطقة هذا الضعف العربي بشكل رئيسي في المنطقة وبانه لا يوجد مواقف مؤثرة على اسرائيل طيب سيد محمد هل ترقى امال نتنياهو الى اغتيال المرشد العام لايران بصورة عامة وهل برأيك لو تم هذا الاختيال هل سيشعل حربا بين ايران واسرائيل لا اعتقد لان القيادة الاصلاحية الجديدة الان في ايران يعني هي تسعى الى ان يكون هناك حالة من الهدوء وهي لا تريد ان تنخرط في حرب اقليمية مدمرة ولكن قد يكون هناك ردود ولا اعتقد بانها ستؤدي الى حرب اقليمية نلاحظنا في الاون الاخيرة بان الرئيس الايراني خاطب وقال اخواننا الامريكان ولذلك باعتقادي بان القيادة الايرانية الحالية هي تريد ان يكون هناك حالة من الهدوء وحالة من التقرب نحو العالم الغربي قد يكون الحرس الثوري على النقيض من ذلك ولكن حقيقة حتى وان تم اغتيال المرشد يعني لا اعتقد بانه سيكون هناك ردود افعال قوية قد يكون هناك ضربة بصواريخ ومسيرات ويتم استيعاب ما جرى لانهم يدركوا بان حرب اقليمية وتوسع لهذه الحرب ستدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب وهذا ما لا تريد ايران وهذا ما صرح به وزير الخارجي الايراني بانه اذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فان واشنطن ستنجر اليها ونحن لا نريد ذلك الولايات المتحدة سيد محمد زودت اسرائيل بمنظومة ثاد وسؤالي هنا ما الفرق بينها وبين المنظومات التي تمتلكها اسرائيل القبة الحديدية مقلع داود ونظام ارو واحد اثنين وثلاثة يعني منظومة الثاد هي منظومة تعمل على عملية اعتراض الصواريخ في طبقات الجو العليا في الاستراتوسفير وهي يعني مدها مئتين كيلو متر ويمكن ان تكون بارتفاع عمودي حتى مئة وخمسين كيلو متر وهي لا تعتمد على عملية ان يكون هناك لنظام الثاد رأس متفجر وانما تعمل على التقاطع مع الصواريخ التي يمكن ان تدخل ضمن الاجواء الاستضام المباشر معها تقصد؟ نعم تعمل على الاستضام المباشر معها وهي منظومة عالية الدقة باعتقادي من افضل المنظومات الموجودة ولكن حقيقة حتى يتم تجربة هذه المنظومة ان كان هناك عملية استهدافات لا نستطيع ان نهول الامور ونقول بان هذه المنظومة فاعلة مئة بالمئة لانه لا يوجد اي نظام يوفر الحماية المطلقة ولكن عندما نتحدث على نظام ثاد تحدثت الكثير من التقارير بانه مكلف من كل نواحي فهو مصمم لاستهداف او لاعتراض الصواريخ الباليستية سيد محمد؟ نعم يعني هذا النظام كما ذكرنا مدى طويل 200 كيلو بارتفاع 150 كيلو متر سرعة الصاروخ ثمن اضعاف سرعة الصوت هذا النظام نظام تكاملي يمكن ان يعمل مع باقية الانظمة الثانية مع الريدارات او مع منظمة الباتريوت وهو يعني النظام حديث حقيقة سردم الولايات المتحدة كوريا الجنوبية الامارات العربية موجود فيها الآن النظام صحيح انه نظام مكلف لكن الولايات المتحدة عندما يتعلق الامر بامن اسرائيل التكلفة لا يوجد لها حساب كم تكلفة الصاروخ الواحد لهذه المنظومة؟ لا يتوفر لديه معلومة حول ذلك ولا بشكل عام حول كامل المنظومة لثاد؟ يعني لا يوجد لديه معلومة حول التكلفة المادية او المالية طيب فيما يتعلق بالمسيرات سيد محمد يعني كيف تستطيع المسيرات التي تخرج من جنوب لبنان ان تخترق الاجواء الاسرائيلية واخر هذه الاختراقات انها وصلت الى منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو والتي يعني كما يقال اكثر مكان تحصينا من ضمن الاماكن التي تحصن في الاحتلال الاسرائيلي كيف تستطيع هذه المسيرات اختراق هذه الانظمة وهذه الدفاعات؟ هذه المسيرات اول شيء يعني بصمتة الرادارية قليلة نسبيا بالاضافة الى ان بعض من هذه المسيرات تعمل بالطاقة على الطاقة الكهربائية من بطارية مشحونة ولذلك تكون كذلك الطاقة الحرارية قليلة مصنوعة من low composite material وهذه المواد تمتص الاشعار الرادارية وكذلك يتم طلائها بديهانبز يسمى الاركيت الذي يعمل على امتصاص الاشعار الرادارية بالاضافة الى ان هذه الطائرات تطير على ارتفاعات منخفضة ويتم توجيهها بحيث يمكن ان يتم تجنب من ضبط القبل الحديدي في عملية الاعتراض ولذلك نحن نتحدث عن طائرات مسيرة وتقنية حديثة موجودة في المنطقة بحيث انه دخلت الاجواء الاسرائيلية والارض المحتلة لاهداف اسرائيلية عدة مرات يمكن ان يتم احيانا مشاهدتها بالعين المجرد ويمكن ان يتم كذلك رصدها بعضا من محطات الرادار لكن في الغالب جزء من هذه الطائرات بسبب قلة البصمة الرادارية والبصمة الحرارية لذلك يمكن ان لا يتم رصدها من قبل الرادارات وهذا ما جرى خلال العمليات السابقة فيما يتعلق بجبهة غزة سيد محمد ما الذي يعنيه اختيال قائد لواء بعد يومين من استشهاد يحيى السنوار اختياله في جباليا يوم امس وما اثر ذلك على المعارك في الميدان يعني هو لا استطيع نقول له علاقة في استشهاد الشهيد يحيى السنوار لكن نحن نتحدث عن بيئة عملياتية حقيقة مقتل قائد اللواء 401 يعني هو يمكن ان يكون استمرار الفشل الاستخباري الاسرائيلي بعد اكثر من عام بتقدير قدرات المقاومة وضعف للخطط العملياتية حقيقة هو ذهاب قائد اللواء الى منطقة العمليات كان لعادة النظر بالخطط العملياتية الموجودة نحن نتحدث عن ما يزيد عن 17 يوم من العمليات في منطقة جباليا وحقيقة هو القتال ليس في منطقة مخيم جباليا بالتحديد ولكن منطقة الصفطاوي ومنطقة لتوام والمنطقة المحيطة بمخيم جباليا هي منطقة قتال ولكن لاحظنا بانه تم الزج باللواء 401 واللواء 460 وكلا هؤلاء اللواءين من الوية المدرعات وعادة القتال في المناطق المبنية الوية المدرعات من ناحية عملياتية وتخطيطية غير مناسبة يجب ان يكون هناك وحدات آلية ولذلك بعد الفشل في بداية العملية تم الزج بلواء جفعاتي وحقيقة تعرضت قوات جيش الاختنال أنت عفوا أن تقصد الفشل في خطة الجنرالات في بدايتها خطة الجنرالات بزج بألوية مدرعة بدون أن يكون هناك مشاءلية أدى إلى أن يكون هناك تعثر لهذه القوات على الرغم من أنهم قاموا بالقصف العشوائي والقصف المدفعي وقصف طائرات سلاح الجوة لكواد كابتر بتحقيق العديد من أهداف الإجرام وارتكاب الموبقات بقتل المدنيين وهذه حرب حقيقة الهدف منها سياسي وليس عسكري الهدف هو تهجير أهلنا من شمال القطاع كمرحلة أولى وإن نجحت القطة سيكون هناك التهجير القصري باتجاه الجنوب لمنطقة مدينة غزة ولذلك تم الزج بلواء جفعاتي وكان هناك عدم مقدر على الحسم العملياتي بسبب ضراوة المقاومة الموجودة وهذا ما تترجم حقيقة واقع الميدان يعني واقع الميدان يترجم ما يحصل يوم الأمس نتحدث عن أربع دبابات أربع ناقلات جند جرافة العديد من الاستهدافات محور نتساريم تم دكه بصواريخ 107 بالهاون الثقيل اشتباكات من المسافة الصفرية لاحظنا يوم الأمس كذلك الفيديوهات التي تم عرضها استخدام صاروخ لم ينفجر يوم الجمعة الماضي من أمكي 82 بتفجير دبابة إسرائيلية وكانت تفجير أسفل الدبابة لاحظنا يوم 10 الشهر كان كمان في منطقة الصفطاوي كمين مركب لذلك حقيقة قوات جيش الاحتلال تتعرض لخسائر كبيرة جدا وقد يكون أحد أهم الأسباب الغرور والصلف الصهيوني والاعتقاد بأن الاعتماد على التكنولوجيا وسلاح الجو والمدفعي قد يحسم العمليات ولكن حقيقة مقتل قائد اللواء 401 هو من الواقع الميداني وباعتقادي هو السمرار لعمليات الفشل الاستخباري الإسرائيلي اللواء المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجية سيد محمد ألس ماضي كنت معنا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة